الوصيدة الخضرة اللي في يدك هات يد تتحمي معك طرحت بيها سكترة ويش مشيوخ هذولا نحتالين تقالين هذولا سقوط جديد لعبد الله عيسى آل عفرار بعد أن ظهر في أحدى القنوات التي تبث من أحدى الاستوديوهات التابعة للمخابرات السعودية في الرياض ليهاجم أحرار محافظتي المهارة وسقطرة الرافضين للاحتلال ظهر مهزوزا وفي حالة نفسية سيئة في قناة الاحتلال ليهاجم قناة المهرية المعبرة عن الشرفاء والأحرار الرافضين للاحتلال والوصاية والخنوع والتنازل عن أرضهم وكرامتهم قناة المهرية بكل أسف هذه القناة التي تعمل هذا الاسم والتي لا تمثل لنا بصلة ما عدا هذا المسمى الذي أصبح شمعه أو من خلاله يمارس عين هذا العذاب دون وجه حق وهذه الافتراءات في كل لحظة وحين هكذا أصبح خارج إجماع أسرته وأبناء محافظته ووطنه جراء خروجه عن الصف ومد يده للاحتلال الذي يعطي المتعاونين معه المال لكنه يدمغه بالخزية عبدالله بن عيسى خرج عن الإطار الوطني وبدلا أن يقف مع أبناء المهروس خطرة ووقف إلى جانب دول الاحتلال الإمارات والسعودية واليوم أنكشف كل شيء أنكشف المستور الشيخ عبدالله بن عيسى يحاول إقناع المواطنين للوقوف إلى جانب الاحتلال ليس أمام من ارتضوا الخنوع سوى العودة إلى رشدهم والتعلم من الدروس بدلا من الانغماس أكثر في وحل الارتزاق